الأخبار من الرأي أي مطور في الأحداث لا يستبعد أن يتم انعقاد حتى جلسة ضارئة لنجسيهم القلق يسيب جميع الكويتيين مخاوف وهواجس نيابية من حرب قرعت طبولها ومطالبات بالكشف عن خطة الدولة لمواجهة الأخطار المحتملة من المبكرة الآن أن نقدم الاستجوابات خصوصا أننا لازمنا في أطلة برلمانية وكذلك لم يتضح أداء الحكومة معلنا التفاؤل بعمر مديد للبرلمان الكنديري يرفض الاستجوابات الأجندات الموجهة ويرحب بمساءلات موضوعية وجدة برنامج عمل الحكومة على مشارف الإعداد وفق منهجية جديدة ترجمت لمضامين النطق السامي إذا طلع مدير مدرسة من مدرسة معينة باسم بديلة تم الاتفاق عليه الأحد المقبل تاريخ إحالة باكرة دفاع التربية إلى التقاعد نشرة الأخبار من تلفزان الرأي أهلا بكم بالتزامن مع وصول بعثة الأمم المتحدة إلى سوريا للتحقيق بشأن استخدام النظام السوري للسلاح الكيميائي ومع التهديدات الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية إلى دمشق وتطوع إيران للدفاع عن سوريا الحليفة بات الحديث عن حرب إقليمية واقعا تعززه المعلومات عن تدابير عسكرية بدأت تتخذ الواقع هذا دفع بعضاء مجلس الأمة إلى التحرك حتى الآن عبر تصريحات تحث الحكومة إلى التأهب والاستعداد لمواجهة تداعيات تلك الحرب ربا بداح تنقل رسائل النواب في التقرير التالي على وقع أزيز الرصاص وصلت بعثة الأمم المتحدة إلى مدينة الغوطة الشرقية في سوريا للتحقيق والتحري بشأن المجزرة المرتكبة بسلاح كيميائي الأسبوع الماضي والتي أدت إلى مقتل مئات المدنيين المجزرة كانت سببا لقرع طبول الحرب الإقليمية سيما بعد تصريحات روسية وإيرانية وأمريكية وتركية حديث الشارع عن حرب محتملة في المنطقة كان حديث النواب في مجلس الأمة حيث خرجت المطالبات النيابية بضرورة تحرك الحكومة والإعلان عن خطط طوارئ لمواجهة أي تداعيات لأي عمل عسكري مرتقب هناك طبول الحرب تقرع في المنطقة على الحكومة الكويتية أن تبادر في الإسراع في أن تكون لربما هناك حرب في المنطقة وهذه لن تكون حرب سهلة أعتقد أن حتى إيران دخلت على الخط وهددت بأنها لن تقف ساكتة لن تقف ساكتة إذا أي حرب أيضا تعلمون جيدا أن أيضا إسرائيل سوف تكون الهدف من قبل حلفاء سوريا سواء إيران أو حزب الله في الجنوب لأن ربما أيضا تشتعل حرب لا تحمد عقبها ولذلك الرسالة التي قامت فيها أمريكا بالأمس أنها سوف تشن حرب أو ضربة لنظام السوري نحن نرفضها أنا أرفضها تماما أي تطور في الأحداث لا يستبعد أن يتم منعقاد حتى جلسة طارئة لمجلس الأمة لمناقشة كثير من القضايا النائب عبد الكريم الكندري الذي طالب الحكومة بالإعلان عن خططها الاحترازية قال إن الشعب الكويتي القلق على مصير بلاده من تلك الحرب ينتظر أن تعلن الحكومة عن إجراءاتها كي تطمئن القلوب والنفوس اليوم الحكومة مطالبة باتخاذ مثل هذه الإجراءات والإعلان عنها ليس فقط في مقابل النواب أيضا في مقابل المواطنين حتى أن يكون الشعب على اطلاع بما سوف تقوم به الحكومة طبعا بكل تأكيد القلق يصيب جميع الكويتيين الأحداث الإقليمية مشتعلة والتسارع وترتها نتكلم اليوم عن تهديدات بضربة عسكرية قد توجه إلى النظام البحثي في سوريا نحن نتكلم عن مواطنين يشعرون في القلق بالإضافة إلى كونهم موجودين على أرض جغرافيا هي بين خط النيران في التالي هم من الحق في معرفة هل هناك خطة من قبل الحكومة اليوم نحن لا نتكلم فقط عن مجرد معرفة هل هناك خطة أو لا أيضا نريد أن نعرف هل هذه الخطة خطة فعالة أو إيجابية ليست مجرد أوراق موجودة محطوطة في الأدراج مجرد وجود أي أزمة نضاحة على هذه الطاولة النائب عسكر لعنزي قال إن الحكومة جاهزة ليست من اليوم بل من سنوات إلى الوراء لمواجهة أي أخطار قد تواجه المنطقة نحن نريد جميع الخطط أو خطط الطوارئ وهناك دائما تدريب استمرار لخطط الدفاعية وخطط الخدمات التي يقدمونها وزارة الصحة ووزارة الدفاع والداخلية وهناك تعليم وخدمات طوارئ طبية إلى آخر فأتوقع الكويت مجهزة بالكامل إن شاء الله نحن متطمنين الحمد لله الكويت تمتلك جميع المغومات التي تخليهم مطمئة جميع الخطط الطوارئ وأتمنى إن شاء الله أنه لا يوجد شيء وأنا أتوقع أنه لا يوجد شيء بإذن الله إن شاء الله أزمة وتعدي إن شاء الله على سوريا إلى هذا لا يستبعد عدد من النواب الحديث عن إمكانية التقدم بطلب لعقد جلسة طارئة للوقوف عند الإجراءات وخطط الطوارئ التي قد تواجه بها الحكومة أي عمل عسكري محتمل رباب بداح الراي ناقشت لجنة الداخلية والدفاع في اجتماعها اليوم الأولويات التي من المقرر أن ترفعها إلى مكتب مجلس الأمة قبل اعتمادها ومقرر اللجنة النائب عبدالله تميمي قال عقب الاجتماع إن اللجنة ستطلب منحها شهرا إضافيا لتقديم أولوياتها سيما وإنها لا تزال تنتظر الاقتراحات النيابية التي ستعرض عليها بهذا الشأن الاجتماع الأول كان على سياغ جلسة الافتتاح ومن ثم تشكيل اللجنة الرئيس والمقرر طبعا اليوم ناقشنا الكثير من الأمور على جدوى الأعمال كانت هناك مشاريع الحكومة 14 مشروع حكومي وطبعا رفعنا كتاب إلى رئاسة المجلس بإعطاء تمديد مدة شهر من تاريخ انتهاء المدة الممنوحة التي هي 1 سبتمبر لتقديم الأولويات اللجان بحكم أن لم ترد إلينا أي اقتراحات بقوانين أو اقتراحات برغبة لكي تتبلل ورد لدينا كثير من الأمور التي يقدمها النواب قال النائب عبد الكريم الكندري للرأي أنه متفائل بعمر المجلس الحالي وبإنجازاته التي ستحقق وأضاف الكندري أنه من المبكر جدا الحديث عن استجوابات النيابية لكنه في الوقت عينه اعتبر أن أي استجواب يقدم مبنيا على حجج وإثباتات فهو حق يندرج تحت بند عمل النائب الرقابي بكل تأكيد الاستجواب هو أداة دستورية وحق لكل النواب ولكن الحنكة في استخدامها طبعا من المبكرة الآن أن نقدم الاستجوابات خصوصا أننا لازلنا في أطلة برلمانية وكذلك لم يتضح أداء الحكومة ولكن أي استجواب يقدم مبنيا على معطيات حقيقية وواضحة بالتأكيد سوف يلاقي تعاون من قبل النواب في النهاية هي أداة أما إذا كانت استجوابات لأي أغراض أخرى شخصانية أو أغراض أخرى فبالتأكيد لن تلاقي أي اهتمام من قبل النواب أنا دائما متفائل حتى لو كان البرلمان عمره يوم هذا اليوم يكفيني فيه أن يكون فيه متفائل في مجلس الوزراء نوقشت تفاصيل برنامج عمل الحكومة للمرحلة المقبلة ففي اجتماع عقد برئاسة رئيس الحكومة الشيخ جابرلين بارك استعرض المجلس مقترح اللجنة المكلفة بتطبيق مضامين النطق السامي الخاص باتباع منهجية جديدة في شأن إعداد برنامج الحكومة وفي هذا الإطار بارك المجلس المقترح الذي تضمن تشخيصا عاما للسلبيات التي شابت التجارب السابقة في إعداد وتنفيذ برنامج العمل الحكومي وبناء عليه تم تكليف الجهات المعنية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بمباشرة الإجراءات العملية اللازمة لإعداد مشروع برنامج عمل الحكومة وفق هذا النهج تمهيدا لاعتماده في شق الإخبارين منفصل وخلال زيارة قامت بها لسكن المعلمين الجدد بالدسمة للوقوف على أوضاعهم أعلنت وكيلة وزارة التربية مريم لو تيد عن الاتفاق على إحالة أول دفعة للتقاعد يوم الأحد المقبل والتي تضم 144 مديرا ومديرا مساعدا ورئيس قسم إضافة إلى تسكين الشواغر بمن يليهم حسب قوائم الانتظار إذا طلع مدير مدرسة من مدرسة معينة في اسم بديلة تم الاتفاق عليه بعدها طبعا رح نبتدي لأن أولا الدور هذا الشيء الثاني أيضا نحن نحاطين رغبات فاحتمال كبير جدا حقا نسوي أيضا اتصالاتنا معاهم نقول لأن ما قدرنا ننفذ الرغبة الأولى هل ممكن ننفذ الرغبة الثانية احتمال يقول لا مثلا فبالتالي لازم نشوف بديل آخر أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي إن تطبيق القانون بحزم هدف هدف أنظمة وآداب المرور وليس تحرير الغرامات وقال العلي في تصريح له إن وزارة الداخلية حصلت خلال أربعة أشهر على ما يقارب الثمانية عشر مليون دينار حصيلة مخالفات مرورية مشددا في تصريح على وجوب احترام كافة مستخدمي الطرق للقوانين والالتزام بها حفاظا على سلامتهم وحماية لأرواحهم وهو النهج والهدف الذي تسعى الوزارة على أن ترسخه في نفوس المواطنين والمقيمين على حد سواء هذه النشرة متواصلة وفيها بعد الفاصل مبيعات العقار تشهد ارتفاعا ملحوظا في الربع الثاني من العام موسيقى موسيقى أهلا بكم من الصفحة الاقتصادية قال بنك الكويت الوطني إن تقديرات الميزانية في الكويت للسنة المالية 2013-2014 تشير إلى أن إجمال الانفاق العام في الدولة يقدر بـ 21 مليار دينار مسجلا انخفاضا طفيفا نسبته 1% عن السنة المالية المنتهية وأضف في تقرير له إن الانخفاض في إجمال انفاق الدولة شمل الانفاق الجاري الذي انخفض بنسبة 1% وذلك نتيجة تراجع الانفاق على الخدمات والسلع بواقع 7% مقارنة بالسنة الماضية ذكر بيت التمويل الكويتي إن مبيعات العقار في الكويت شهدت ارتفاعا بنسبة 18% خلال الربع الثاني من العام الحالي قدرها 156 مليون و600 ألف دينار حيث بلغ حجم المبيعات العقارية حوالي مليار دينار وأضاف في تقريره الاقتصادي عن سوق العقار المحلي إن هذا الارتفاع يرجع إلى ارتفاع الطلب المحلي على العقارات السكنية والاستثمارية إضافة إلى ارتفاع معدلات الأسعار مبينا أن قيمة إجمال التدولة العقارية بلغت نحو 850 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الجاري نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل الساحل يتعرض إلى عملية نصب في سرايهو أهلا بكم إلى الصفحة الرياضية في موقف غريب وملفت تعرض نادي الساحل الكويتي إلى عملية نصب في سرايهو كادت أن تودي بالوفد المكون من 33 شخصا إلى المبيت في الشارع وفي التفاصيل أن أعضاء النادي كانوا متوجهين إلى سرايهو لإقامة معسكر تدريبي لتهيئة الشباب بالاتفاق مع شركة حجوزات للسفر غير أن خلافا وقع مع مندوب الشركة حيث لم تكن الحجوزات بحسب المتفق عليها ما اضطره إلى المغادرة وتركهم ولم يتمكن أعضاء النادي من دفع التكاليف للفندق ما دفعه إلى القيام بالحجز على جوازاتهم وتحرك على الفور السفير الكويت لدى البوسنة محمد الخلف والهيئة العامة للشباب والرياضة وتم حل المشكلة وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف السفير الكويت لدى البوسنة محمد الخلف سعدت السفير هل لك أن تطلعنا على تفاصيل هذه المشكلة؟ مساء الخير شكرا لتلفزيون الرعي لإيطاحت الفرصة لشرح ملابسات هذه القضية نعم في الواقع أن الفريق يعني الساحل تعرض إلى مشكلة كبيرة جدا وصخرت كثير من مؤسسات الدولة لحل هذه المشكلة ونشكر معاني وزير الإعلام والشباب وكذلك معاني وكيل وزارة الخارجية ورئيس رئيئة الشباب والرياضة اللواء المتقاع فيصل جزاق وكذلك الشيخ فيصل مالك الصباح وصعاد السفير والزميد العزيز الذي كذلك يعني حسنا على أن ننهي مشكلة نادي الشاحل مثل ما شفنا في بداية مالما على الأسف سديد أن هناك حجار دامية في الشق الأوسط وبالتالي أصبحت البصنة وجهة سياحية لكثير من السواح الكويتي نعم والبصنة لم تكن عاصمة السابق وهي يعني جمهورية من جمهورية جغوطلاديا السابقة والسياحة فيها بداية رغم جمال الطبيعة والطيبة البصنية طيب ساعة السفير ولذلك يعني أنا أعتقد أن دائما كنا نحذر كثير من الأخوة السواح والمستثمرين أن يتوقع الحيطة والحذر في اتخاذ أي خطوة يعني في البصنة والحرسك نعم طيب كيف ساعة السفير كيف للمواطن الكويتي أن يعرف الشركات التي لها باع وخبرة في حجوزات السفر ردى البصنة والله في أنا يعني إحنا ما نقدر نعدد بعض الأسماء ولكن ممكن ممكن جدا أن نذكر الشركات الكبرى مثل شركة الغانم وشركة الصوان للسفر وهي شركات عريقة في السفر وخاصة في دول أوروبا الشرقية وهنا هناك شركة المرجاح عندنا علاقة طيبة معها وشركة السيد للسفريات والتواصل هذه طبعا شركات يعني من ضمن يعني ما أحدد لكم ما تحضرني هذه شركات لها خبرة ولها باع ساعة السفير في السفر لها خبرة ولها باع كبير في البوسنة نعم نعم ولكن يعني بسبب هجرة كثير من السواح الكويتين والخلديين إلى أوروبا وخاصة إلى شرايب في ظل الأجواء هذه الحامية في السفر الأوسط دفعت كثير من الشركات الأخرى الغير متخصصة وتدعي أنها على معرفة بأمور البوسنة وبقنادقها وإلى آخرين مع أنها متواضعة وخاصة بالنسبة للتصنيف إذا لدينا أربع نجوم أو ثلاث نجوم فأحنا في البوسنة ليس لدينا فنادق دولية مثل دول المزاورة السربيا مثلا أو يعني الزاقرب اللي هي كرواتيا أو حتى أبو دبست اللي فيها فنادق دولية مثل هلتون تشتير سنبل فسيزن نعم طيب سعد السفير في البوسنة الفنادق نعم قليلة وحتى بعض المواطنين يسكنون عند مواطنين بوسنيين يعني في زلالهم الخاصة طيب سعد السفير كيف تقيم إقبال المواطنين على البوسنة والطلب كبير نعم كيف تقيم إقبال المواطنين على البوسنة وما سبب هذا الإقبال أنتقل معك على أي سؤال الأخ الإقبال طبعا مثل ما قلت في البداية أن هناك مشكلة كبيرة في الشرق الأوسط وكثير من السواحل المؤكدين الذين كانوا يأكدون أن يرحون إلى وجهات في الشرق الأوسط أصبحوا يعني حققا أماكن فيها أكثر أمان ووجدوا في البوسنة يعني مكان جميل وفي أنهر ودبال ومناظر خلابة وشعب طيب ولكن ليست وليست وزارة سياحة مثلا في البوسنة طيب سعدة سفير محمد الخلف سفير دولة الكويت لدى البوسنة شكرا لك يقيم منتخب الكويت للبلياردو معسكرا تدريبيا في إمارة دبي غدا ويستمر ستة أيام وذلك قبل خوضه منافسات بطولة العالم للعبة للعبة التسع كرات والتي تستضيفها قطر في الثاني من سبتمبر المقبل وقال رئيس وفد المنتخب الكويتي إن المعسكر سيتضمن تدريبات صباحية ومسائية يوميا إلى جانب لقاء تجريبي مع منتخب الإمارات للبلياردو مضيفا إن الوفد يمثله تسعة لاعبين نهاية النشرة تابعونا دائما على مواقع التواصل الاجتماعي على توتر الرايميدي جروب وعلى اليوتيوب الرايتيوب إلى اللقاء اشتركوا في القناة